مع دخول الأسبوع الرابع من حصار نظام الأسد لدرع البلد يزداد المشهد تعقيداً هناك والفصل الأخير فيه تهديد وجهه العميد لؤي العلي رئيس فرع الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية لوجهاء درع البلد خلال اجتماع معهم في درع المحطة العميد العلي هدد الوجهاء أيضاً بتدمير المسجد العمري واعتقال جميع أبناء درع ممن تورطوا في حمل السلاح إذا لم يسلم السلاح الفردي بحسب تعبيره كما هدد بالسماح لقوات الأسد بتفتيش منازل الحي وإقامة حواجز عسكرية تابعة للنظام وميليشيات محلية وميليشيات مرتبطة به لم يتأخر الرد كثيراً فبعد ساعات من الاجتماع رفضت اللجنة المركزية وممثل عشائر درع البلد مطالب العميد لؤي العلي الذي يريد تهجير أبناء الحي إلى الشمال السوري بحسب ما نقل تجمع أحرار حوران عن مصدر مقرب من اللجنة المركزية تهديدات النظام جاءت بعد أيام من لقاء جمع بين الشرطة العسكرية الروسية ووجهاء من درع الذين رفضوا الخضوع لمطالب النظام وبقي أبناؤها يخرجون بين الحين والآخر بمظاهرات ضده فإلى أين ستدفع تهديدات النظام درع البلد وهل تفتح فصول من المواجهة العسكرية في المنطقة أم أن روسيا ستلعب دور الوسيط وترسم تسوية جديدة للجنوب السوري اشتركوا في القناة